السلام عليكم و مرحبا بكم معي في صفات ام ايمن و كنت مننا ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم لبس عليكم و بساحة جيدة و مرحبا و الف مرحبا بالاخوات اللي انضموا عندي بالقناة كما كتشوفوا البنات الصدية اللي رهبين وهذا النزلات البرد ما يصلح لها غي واحد كوكو ديال الحريرة نخليكم مع المقادير السلام عليكم اليوم ندير الحريرة رحليها زوينة بزار تزبني بزار يلا نقولكم مقادير خاصنا عطوا ماذا تريدون هذا؟ حمص في عزك خاصنا هنا مئتين و خمسين جرام انا غندير مئتين و خمسين جرام ديال الحمص و انتم مع الحساب الكيمياء اللي بغيتوا تقدروا من مئة و خمسين حتى المئتين و خمسين انا لحي الوليدات كي بغيوا الحمص بزافتك شاي لاش كترك الكيمياء ماطيشا و الحم صغيرين و هناك واحدة دائما تحتهم ليس ضروري نديرها بالحمديمة ليس ضروري نديرها بالحمديمة بعد المرة نديرها بالعظيمة ثم بعد المرة بلعش بعد النوس كرافة 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 و قزبر الجزمه القزيال لا تضبلي كونسينترا لا تضبلي كونسينترا واحدة 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 السابوية ميديانة رياضة نعم كرافة 45 غرام فيديوش نعم لا 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 واحدة savage ما الكبار اسم . مالكة وأخم مالكة 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 السبيل مالكة نهدس و مغسول هنا لدينا الطحين على حسب أن تريد الحريرة تكون خفيفة و لا تقيلة و كما لاحظتم هنا لا تقوم بحريراتها لا تقوم بها الزيت نقوم بحريراتها في حالة ما لا تقوم بحريراتها لا تقوم بحريراتها أما يمكن أن تقوم بحريراتها و نضيف حلقة تقوم بحريراتها مع الحمص مع السلعة سكينجبير خرقوم نصف الكيميه نصف الكيميه و نصف الكيميه و نضيف مصف الملحة أضع الملحة لن نضيفها ما كنضيفهش في اللول غيبها كباش كنسهل على العملية دي الحمص يطيب دغية فيساح يعني غنسده على كوكو دغية عشرين دقيقة غادي نحلو عليها لقوها سافرها يعني طاب الحمص دينا غادي نضيفو ذاك البصيلة نحركو كل شي مزيان ونحطوه فوق البوطة وهدي الطريقة التقليدية اللي عارفين البنات يعني الحريرة هي الحاجة الوحيدة اللي ما كننقلوش فيها كنديرو كل شي والماء وكنحطوها الطيب كندوز لها ديك حبة دي المطيشة اللي عندي غادي نقطعهم على ربعة ولكن ما بغيتو قطعهم على ربعة ونزيدو عليهم واحد لطر دي المط قريبا ونحطوهم فوق البوطة حتى يطيبونا هنا كما كتشوفو حطيت المطيشة حتى هي فوق البوطة كالطيب وهنا ما بعد ما هزت ليها كوكو تلغية غادي نسد عليها سد عليها تولو تساعة ونحلو عليها بالضبط حين الحمص غلقوه طعب كما ندرولوش الملحة يعني كيطيب في ساعة لهوا ولا اللوبيا ولا البصارة صار حبلتها بالحاج اللي ما كنديرش الملحة في الأول هنا مبعد ما مطيشة دينا التعبت خليناها شوية بردت غادي ندوز وننطحنوها ونخليوها بارتين بعد نضيفوها هنا حليت على الكوكو ديالي قلبتها في واحد البريما وغادي ندوز لأول حاجة غادي ناخدوا هذه كمطيشة اللي تحناها غادي نصفيوها حيث أنا في الأول فاش بغيت ننطيبها محيت لها لا زريعة ولا قشور يعني في حالة ملنتوا ما كان عندكم الخاطر وزولتوا لها للقشور والزريعة يعني غادي نطحنوها وغادي ندوزوها في صفايا وغادي نضيفوها على الحريرة دينا كما قد تشوفو هنا قد تكون درت مع المطيشة درت قريبا واحد اللي ترودية المطابط فيها يعني معلش نديرو مبزايد وهذا كل ما هو اللي غادي نزيدو على الحريرة باش ما ننبقوش نزيدو فالمبزايد هنا غادي نحيد قاعدة كما قد تشوفو قليا غادي زريعة والقشور هنا يوم اللي بقوا لي فاتش بيكا ودابا غادي نضيفو الملحة دينا كما قد لكم دابا اللي غادي نضيفوها وما تخافوش تقولوا غادي يجيكم الحمصة ما فيش يعني ما طايبش وما ما ملحش غايد يجي هو هدك جربوها وارضوا عليها الخبار غادي نضيف الكمية اللي بقات لي ديال معدنوس والكمية اللي بقات لي ديالكرافس وثلث تاني ديالكيمية ديالكسبر القسبر كنضيفو غادي تلوث تاني وكنخليو ثلث التاني حتى الأخر كنضيفوه مع تدوير اللي أخر فاش كنضيفو الشعرية هنا نحركم هذا الشيء كما تشوفو ودابا نضيفو طوماتي تريتورادو وهذه الطوماتي تريتورادو هي مطيشة تكون طيبة يعني نطورال تكون طيبة ومطحونة تتبع هكا بنسبة الناس اللي هنا وراح ترف المغربة موجودة حالة ما تستغنوا عليها يعني تقدروا تستغنوا عليها غتزيدوا مطيشة الحب ما غديش تديروغي نفس الكيمياء غتزيدوا واحدة ربعا دير مطيشة دي الحب وتزولوا هذي ما تديروهاش نخليوا هنا الحريرة دينا حتى تزلغلية على ما ندوزو نوجدو طحين دينا يعني تدويرا غن ناخدو طحين دينا وغدي نخلطوه بالمبارد اللي هي ضروري لبنات المبارد هلا درتون ما سخون تتكور لكم العجينة كنخلطوه بالمبارد مزيان ومبعد ما ما خسوش يكون خفيف بزاف وما خسوش يكون خفيف بزاف يعني يخسوش يكون شوية مبين وبين يعني مشي تقيل قاع يكون غدي الخفوفة اكتر ودروري خسنا نصفيه باش ما كيبقى ونشارك الكريكبات هكا باش كنتفاده وسينو ضوزو في مولينيكس انا كنفضل اني ندوزو هكا ينصفيه ومبعد ندوزو ندورو كيما كتشوفوها البنات وتدويرها كتبقى عوتي على حساب كل واحد ويعني بدق ديالو كاللي كيبغي الحريرات تكون تقيلة كاللي كيبغي الحريرات تكون خفيفة وانتو ما كتدورو في الحريرة وانتو ما كتشوفو عينكم ميزانكم بتكبوش تقيق كامل وشوفو ايلا بغيتوها شوية جارية ولا بغيتوها قاسحة انا هنا كيما كتبال لكم راها مازال شوية جارية غادي نزيد تحيل اللي عندي وغادي نخليها طيب كيما قتلكم الحريرة كل واحد وكيبغيها كيبديرة كل واحد وكيبغي الدق ديالو وهادشي اللي كينا البنات وكانتمنى ان شاء الله هاد الحريرة تعجبكم صراحة هي اللي تطلح في هذا البرد هاده معاد نزل اللي كينا دبا الله يشافينا ويشافيكم كاملين يا ربي هي اللي تطلح في هذا البرد ولا الشوربة ولا اي حاجة سخونة هنا غا نخليو الحريرة ديالنا حتى تتغلى واحد شوية غادي تهزل الغلية واندوزو للمط يشارد الحك ديالنا غادي نضيفو انا عندي هنا جوج مع الكبار وانتو ما تقدرو تزيدو ولا تنقصو على حساب اللون اللي كتبغيو غادي نخلطوهم مع شوية ديال الماء ومن بعد نضيفوهم الحريرة ديالنا كيما قدلكم تو ما تقدرو تزيدو اللون على حساب اللي كتبغيو الحريرة حمرة بزايت لغادي تزيدو واحد شوية ما تشارد الحك إلي كتبغيوها حمرة يعني عادية كيما درتها انا براكة ولا كتبغيوها قل حمورة غادي تنقصو ما تشارد الحك وهاد شي اللي كين حتى كتبقى عدنا جاريا هكا غادي نضيفو ما تشارد الحك ديالا وغا نخليو الحريرة ديالا كتبغيوها مهم من ثلاث ساعة حتى نص ساعة يعني الحريرة هي باش كتتاخد نوقت ديال طياب زايد في الوقيت فاش كتندوروها باش تطحيني طيب زيان خاصة تاخد من عشرين دقيقة على حساب الكيمياء اللي درتوه حتى نص ساعة انا هنا غنخليها نص ساعة طيب زيان حتى ما تبقاش في هاداك الكشكوشة قعم مرة هنا غادي نضيفها انا الشعرية واحد جوج معي القعاد ديال الشعرية ولعينكم ميزانكم وغادي نضيف ذاك شوية ديال للكصبر اللي بقاليا وغا نخلي واحد شوية غنضيفو فزلافتي مالاخر غادي نضيف غي الشعرية عندي للكصبر ومن بعد غادي نطفيع على كوكوت ديالا غادي الغلية واحد دقيقة ولا جوج تغلى ومن بعد نطفع لها لحقش الشعرية رقيقة وغادي نطفع لها اصلا الشعرية لم تتخذناش قاع وقت بزا في الطيب انا غادي نحركها مزيان غادي تهزغي الغلية تغلي واحد الغلية ولا الجوش وغادي نطفع لها وهي هذه الحررية دينا هنا بعد ما غلتها البنات سافينا غا نطفع لها الحررية وكنتمنى ان شاء الله ياربي تعجبكم وهذه هي الحريرة دينا كما قلت لكم فاطمة مزهرة كانت جيبني هنا كانتمنى ان شاء الله ياربيها البنات تعجبكم وكما عارفين كل واحد يدوز حريرته اللي عندكم في الدار دوزوه بها في هذا البرد هذا مهم كل شي هي الحريرة اللي درنا كانتمنى ان شاء الله ياربيها الوصفتنا لإعجاب ديالكم البنات وتجربوها بطريقتي وتردو عليها الخبار فلوس كومنتاريوس وكنقول الاخوات اللي اول مرة كيزوروا القناة ديالي وعجباتكم القناة ما تنسوش تشتركوا بها وتدعموني باللايك ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وخليتلكم الراحة الى الملتقى ان شاء الله ياربي فوصفة واحدة اخرى وبصحاب الراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة